اشتركوا في القناة والنبوي الشريف واللهم كما امن بمحمد صلى الله عليه وآله ولم نره فلا تحرمنا في القيامة رؤيته وصقنا من حوضه مشربا ريا رويا لا نضمأ بعده ابدا كان كلامنا في العوامل التي ادت الى انحراف الام الى تمزق الامة وتشتتها فقلنا العامل الاول والامر والاخطر هو عدم اخذهم بوصايا النبي وبمراد القرآن وكان من اصرح واخر الوصايا الربانية عبر النبي صلى الله عليه وآله كان بيعة الغدير العامة لامير المؤمنين عليه السلام عبر الامة كل الامة وجل من حضر سمع وراءه وكان الحاضرون الوفا على كل حال ذكرنا هذا التفصيل وبينا المرادة من الفاظ الحديث النبوي يوم الغدير قال لقد نبذ المسلمون صفحة 25 لقد نبذ المسلمون كتاب الله ووصايا رسوله في اهل البيت وراءهم ظهريا يعني هذا التمثيل لما كان يحصل في الامم السابقة الامم السابقة نبذوا كتب الله وراءهم وردوا على انبيائهم كما حصل مع قوم موسى عليه السلام عبدوا العجل وردوا كتاب الله وراءهم ظهريا يعني اداروا ظهرهم بالقرآن بالكتاب وكأن شيئا من ذلك لم يكن يعني لا كأن النبي جاء لهم مدة ربع قرن يبلغهم ينذرهم يرشدهم يعني المعظم صلى الله عليه وآله مكث في قومه بمكة 13 عاما وبالمدينة المنورة عشرة أعوام فهذه قرابة ربع قرن 23 عاما يرى الكل المعاجز من بين يديه صلى الله عليه وآله يعني ما من أحد من الصحابة إلا وقد شاهد من بين يدي النبي معجزة أو كحل عينيه بالنظر إلى وجهه فرأى أنوار النبوة أو أنه اشتم عرف عرف النبوة أو أنه عاشر النبي وعاصره فرأى من الكرامات والبركات أقول كل هذا على مرأة ومشهد عام من المسلمين إبان الحروب وإبان تسديد الله عز وجل لنبيه المسدد المؤيد صلى الله عليه وآله يعرف الكل هذا الوجود الاستثناء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا ما أغمض المعظم عينيه من دنيانا ارتد القوم على أدبارهم كأن شيئا لم يكن كأن محمدا ما كان بينهم كأن الزهراء ما عاصرتهم كأن أمير المؤمنين ما بايعوه يوم الغدير وكأن واقعا كأن الدنيا انقلبت رأسا على عقب أو كأن الدنيا طويت بسمائها وأرضها أقول واستأثروا بالسلطة كلمة استأثروا بالسلطة ليس تأريخا شيعيا إنما جميع المؤرخين يتكلمون حول هذه الفترة بأسا ومرارة أقول انقلب المسلمون ابتعدوا عن دينهم ابتعدوا عن توصيات نبيهم حتى صارت السلطة هدفا لكلهم وصار الكل يتبنى أنه السلطان والحاكم فالمهاجري من المهاجري هو العربي الذي هاجر مع النبي من مكة أو التحق به أو التحق به من مكة أو من سواها إذن المهاجرون هم الذين هاجروا مع النبي من مكة أو التحقوا به من مكة والأطراف هاجروا إليه إذن هم ليسوا مدنيين يعني ليسوا من أهل المدينة إذن الذين هاجروا معه وهاجروا إليه صلى الله عليه وآله يسمون بالمهاجرين والأنصار هم أهل المدينة الأصليون هم أهل المدينة الأصليون هم الأوس والخزرج الأوس والخزرج قبيلتان مدنيتان سكان يثرب يثرب يعني المدينة المنورة الإسم القديم للمدينة أقول صار المهاجرون يطلبون السلطان ويطلبون العرش والمهاجرون انقسموا فيهم قرشيون يطالبون وفيهم هاشميون يطلبون والمهاجرون طلبوا السلطة بعد محمد صلى الله عليه وآله فاعترض عليهم الأنصار فقال المهاجرون نحن قوم محمد وأهله الذين ولد بينهم وهاجروا معه أقول ثم ماذا حتى لو هاجر معه قومه عليكم السلام علي الله محمد معلم محمد ملهم محمد رسول محمد نبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الناس نسبيون البشر عاديون أما النبي صلى الله عليه وآله ليس عاديا ولا أنه أبا للأرحام ولا أنه محكوم بالعواطف إذن النبي صلى الله عليه وآله عواطفه مرعية من قبل السماء يعادي أبا لهب ويلعنه وعواطفه مرعية من قبل السماء فيدخل سلمان الفارسي في أهل البيت فأبو لهب ملعون إلى يوم الدين وهو عمه وسلمان محبوب مقرب وهو فارسي نسب ويرفع قدر هشام عفوا يرفع قدر بلال الحبشي على رؤوس العرب وهو عبد أسود لكنه مكرم ويضع أناسا كأبي سفيان وأبي جهل وهم عرب إذن النبي صلى الله عليه وآله لا يرث سلطانه أحد لأنه لم يكن سلطانا ولا يرث مملكته وعرشه بشر لأنه ما كان صاحب عرش ولا صاحب سلطة إذن عرشه نبوة والله أعلم حيث يجعل رسالته عرشه ولاية والله تعالى صلته على قلوب الناس والله تعالى أولى بأن يجعل وليا من بعده ومن يختار الله يخلق ما يشاء ويختار ليس علي عليه الصلاة والسلام وارث النبي بالنسب لم يرثه نسبا إنما ورثه منصبا بالحسب وإنما ورثه حسبا بل أقول ما ورثه إنما ورثه الله له إنما ورثه الله له إذن الله تعالى جعل هارون وزيرا لموسى عليه السلام وجعل علي وزيرا لمحمد صلى الله عليه وآله والطلب كان معصوميا فالنبي موسى عليه السلام سأل ربه هذا السؤال واجعل لي وإلا هو أخوه وارثه على كل حال لا يحتاج الميراث إلى جعل قل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أقول لا وراثة المعنى تحتاج إلى جعل رباني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ومحمد صلى الله عليه وآله دعا بذات الدعاء وأتى بنفس الكلمات وطلب أن يجعل عليا وزيرا له أقول صار المسلمون أشتاة كل يدعي سلطان محمد صلى الله عليه وآله حتى قال قائلهم وهو الحاكم الثاني في وجه الأنصار قال من ينازعنا سلطان محمد كأن محمد صار حاكم وزعيم أصلا ما تمزقت الأمة ولا تدنى مفهوم الدين والإسلام في أذهان الناس إلا عندما جعل القوم من الإسلام سلطة واستبدلوا السيف بالقلم وابتدأ الناس يكتبون بلون الدم عندئذ تمزق الإسلام والأمة وقتل النبي صلى الله عليه وآله وقتل أمير المؤمنين وقتل القرآن ومزقوه عندما جعلوا دينهم سلطة ومحمد المعلم هو يقول صلى الله عليه وآله فيه مثل هذا اليوم المبارك يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت معلما معلم أنا معلم أنا ملهم أنا صانع الأجيال أنا صانع الرجال أنا صانع البشر والذين جاءوا من بعدي حكام دمويون يتعاملون بالسيف ومحمد صلى الله عليه وآله يتعاملوا بالقلم أقول هذا الفارق بين الدين والديانة والمتدينين أو الديانين وبين السياسة والسياسيين والحكام والسلطويين الذين حكموا بعد النبي صلى الله عليه وآله أقول واستأثروا بالسلطة وضيقوا عليهم وهددوهم ضيقوا عليهم يعني على أهل البيت الناس ضيقوا عليهم وهددوهم وتوعدوهم وليس أسوأ من تهديد الحاكم الثاني للإمام علي عليه السلام أن علي بن أبي طالب الزعيم السماوي تمنع عن البيعة ووافقه على هذا من حضر في بيته من بني هاشم وكبار الأصحاب تمنعوا عن البيعة جيد فأخذ أمير المؤمنين بعد الاعتداء على الدار مكتوف الأيدي المهم الشاهد لما وصل أمير المؤمنين عليه السلام المستمع يستمع إلى قول لما أخذ أمير المؤمنين يظن المستمع أنهم ذهبوا به مسافة بعيدة بعيدة أقول والمسافة لا تتجاوز الأمتار لأن بيت أمير المؤمنين عليه السلام لصيق المسجد وله باب منه تم الاعتداء وله باب على المسجد أصلا على كل حال فلما جئ بأمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد طلب منه البيعة طلب منه البيعة فرفض فقال الحاكم له الحاكم الثاني اللي هو قامت حكومة الحاكم الأول على أكتافه أو بالأحرى كما وصف أمير المؤمنين عليه السلام تنصيف الخلافة بينهما قال لشد ما تشطرى ضرعيها يعني كل واحد منهم أخذ بضرع يعني تحلب له وتعطيه من فوائدها الخلافة تعطيه من فوائدها لهذا لهذا حظ ولهذا حظ يعني هذا يماهد وذاك يدعم حتى إذا مات أوصى بها إليه هذا هو المهم فالتهديد كان صراحة وعلنا فلما تمنع أبو الحسن قال له الحاكم الثاني إذن نقتلك قال أمير المؤمنين إذن تقتلون عبد الله وأخى رسوله يعني أنتو لستم بمنأة عن الإجرام وأي إجرام إذن تقتلون عبد الله ما ارتكبت جناية أستدعي قتلا ولا محاكمة مثل ما قال الحسين عليه السلام أنه تطلبونني بجراحة بجراحة أو بقصاص وليس لكم علي قصاص أنا ما جنيت فيكم أنا ما ارتكبت بينكم جرما ولا جناية ولا جنحة إذن بماذا علامة قاصوني قال إذن تقتلون عبد الله وأخى رسوله لأن الكل يشهد أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المسلمين آخى بين المسلمين مع فكرة كانت المؤاخات أشبه بال أشبه بالشبه كل اتنين بيشبهوا بعض النبي آخى بينهم واقعا آخى النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين أمير المؤمنين وآخى بين سلمان وأبي ذر وآخى بين عمر وأبي بكر وآخى بين وبين وبين كل اتنين شبيهين صاروا إخوه أصلا هنه إخوه ونظائر واقعا فآخى النبي صلى الله عليه وآله مرتين بين المسلمين التفتولة مر بين المهاجرين أنفسهم ومر بين كل مهاجرين وأنصاري لما جمع المهاجرين وآخى بينهم آخى بين بوبكر وعمر وآخى بينه وبين علي لأنهم جميعا مهاجرون ولما استوطن صلى الله عليه وآله المدينة المعظمة المدينة المنورة أعز الله قدرها لما استوطنها فآخى بين من آجاء إليها وبين من هو من أهلها يعني بين المهاجرين إليها وبين الأنصار فجعل كل أنصاري أخا لمهاجري ولم يبق إلا علي قال لمن بمن آخيتني يا رسول الله قال استبقيتك لنفسي استبقيتك لنفسي أنت مني بمنزلة هارون وآخى بينهم يعني استنسب لهم ما يناسبهم من إخوانهم والمهاجرين من إخوانهم والأنصار على كل حال إذن يشهد المسلمون أن علي أخ للنبي صلى الله عليه وآله أخ ولذا قال إذن تقتلون عبد الله وأخ رسوله شو برد الحاكم يقول أما عبد الله فنعم نعم أنت عبد الله لأن كل الناس عبيد عبيد الله وعباد الله وهو الوحيد الذي كرم الله وجهه باعتراف المسلمين كل المسلمين علي أقل ما يقال فيه عند إخواننا أبناء السنة إذا أرادوا التحية له ماذا يقولون كرم الله وجهه يعتبرونها كلمة عادية في مقامه وهي من أسمى الكلمات يعني هو الوحيد الذي كرم الله وجهه أن يسجد لصنم يعني وجهه أكرم الوجوه يعني هذا الواجه ما عبد إلا الله مش مثل الصلاطين والخلفاء والمسلمين والصحابة والمهاجرين والأنصار عبدوا اللات وآخوا بينها وبين هبل ثم منات ثم العزة ثم كان العرب يديرون عبادتهم على ثلاثمائة وخمسة وستين صنما حتى كان الرائي يرى العرب يطوفون ويسجدون لا تكاد تفرق بين الساجد والمسجود له وكلاهما صنم إلا علي عليه الصلاة والسلام كرم الله وجهه عن السجود للأصنام أقول هذا علي عبد الله أقول أما عبد الله فنعم صح لأن الكل يشهد بأن عليا ما تعبد إلا لله عز وجل فأنت عبد الله أما أخو رسوله فلا غريب أما أخو رسوله فلا إذن ما أغمض النبي عينيه حتى أغلق على كامل وصاياه بل وعلى كامل آثاره بل وعلى كل من يتصل به حسبا ونسبا فاطمة هتكى دارها وقيل عنها وإن وإن كانت فاطمة فاطمة بنت النبي نسبا فاطمة روحه التي بين جنبيه وإن علي في نفس اليوم علي أخو رسول الله لا أما أخو رسوله فلا إنكار للأخوة الحسبية وإنكار للبنوة النسبية إذن إغلاق على وصايا النبي من جهة ومنع للمتصلين به من جهة لا الاتصال النسبي بقيت له حرمته حتى قيل في الدار فاطمة قال وإن ولا الاتصال الحسبي يعني المحسوب عليه بالأخوة وروحه كان يقول لعلي عليه السلام أنت نفسي أنت نفسي والقرآن يقول علي نفسه محمد إذن هذا يسمونه احتساب حسب علي على محمد صلى الله عليه وآله أخا ونفسا جميل يقول أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله فلا إذن أنكرت أبرز صفة بعلي محسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول وهددوهم وتوعدوهم يعني وإن لم تفعل قال نقتلك وقال قال وإن لم أفعل قال تقتل قال إذن تقتلنا عبد الله وآخ رسوله ثم شردوهم حتى لا تكاد تجد مكانا في الكون إلا وفيه هاشمي اليوم وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على تشريد المسلمين لذرية نبيهم حتى لو أنهم أبناء كسرى وقيصر لحتفظ بهم العرب من باب الضيافة لا أقل إن العرب يحترمون من دخل بينهم من ذرار زعماء لأنفسهم أو لآخرين يعني لو في ذرية لقيصر أو في ذرية لكسرى تعيش بين العرب لا احترموها أما ذرية محمد صلى الله عليه وآله فلهم القبر أو التشرد ثم شردوهم وطاردوهم وفتكوا بهم فمزقوا قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني النبي يقول أنا لي أجرة على ديني لي عليكم حق الأجرة الأجر يعني الأجرة تدفعون أجرة التبليغ الديني ما أجرتك يا رسول الله قال أن تحفظوا كرامتي في أهل بيتي هذه الأجر الأجرة نص القرآن قل لا أسألكم عليه يعني لا أطلب منكم على الإسلام أجرا أجرة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني هذا أجر ديني أنه أنا علمت لكم أجيالا وعلمتكم لو كنتم تعقلون أو تفهمون علمتكم علمت أولادكم جئتكم بتجارة مش إلي عليكم ثمن ما هو الثمن لا مال ولا إطاعة الماء الثمن المودة في القربة من يتقرب إليه ودوهم أحفظوهم لا تقتلوهم لا تصنعوا بهم مجازر كربلات ولا تعيثوا في بيوتهم فسادا تشردوهم تشردونهم ولم يكن بدعا حصول ذلك من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كثيرا ولم يكن مستهجنا قال لأنها آثار مطمورة في النفوس كانت هذه النفوس مكبوتة زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت زمن النبي موجودة في نفوسهم ظهرت بعد وفاة النبي ظهرت فينا نستدل نحن المسلمين الشيعة على مثل هذه الخصال ايه فينا ان الحاكم الثاني او الحاكم الاول يهدد عليا او يدخل دار بيته داره وبيته ويقول وان ايه هذه تحتاج الى نفس عالية احترام النبي وشخصية النبي واحترام الدم النبوي والحسب النبوي تحتاج الى نفوس كريمة نفوس محترمة متواضعة لهم عليهم السلام شاك الله تعالى يقول محمد رسول الله محمد مش بيحدة من المهاجرين ولا بيحدة من الانصار محمد رسالي محمد رسول الله تيب الذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم الشداء على الكفار رحماء بينهم الصحابة كانوا اشداء على المسلمين رحماء على الكافرين في معركة احد ترك النبي وحيدا واشتد الامر عليه فقتله فقاتله المشركون وكان المسلمون يتيهون في الارض وحتى وحتى الخلفاء كانوا من اهم الشاردين من اهم الفاررين يوم احد وكرروا الفرار في حنين وكرروا الفرار في حنين وسجد يسيرون يفتحون كل ارض يطؤونها باقدامهم فاخذتهم عزتهم فقال تعالى فيوم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فضاقت فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ذكر القرآن جهاد الصحابة بالفرار اي جهاد هذا الادبار عادتهم وهذا عكس صفات المسلمين المؤمنين يقول لقد كان اقل وكثيراً وكثيراً ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم غريب لقد كان اقل ما تفترضه هذه العناية من جانب الله تعالى جل جلاله ورسوله الاكرم صلى الله عليه وآله باهل البيت الرجوع الى معارفهم والاستهداء بتعاليمهم في جميع المجالات الشرعية والفكرية الى قوله ومن الطبيع ان يؤدي هذا التجاف عن اهل الرسول كلية الى التشرد الفكر اذا تركوا عماد الدين وانتقلوا الى ظلام وظلامات وفعلاً فعلاً فعلاً تركوا العروة الوثقى هو الله تعالى شؤالهم بالقرآن الكريم لو كانوا يفقهون هذا الكلام منا منا نحن المسلمين الشيعة توصيفاً للصحابة من يستمع اله يظنه تعدياً وهذا ليس تعدياً هذا القرآن الكريم يقول ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون القرآن الكريم يقول لا كانوا ما كانوا يعقلون اكثرهم لا يعقلون فعلاً هذا نص القرآن الكريم نقول نحن نقول في هذا بالأسى والجراح ان المعظم صلى الله عليه وآله ما روعي قدره ولا حفظت حرمته ولا اخذوا بتعاليمه وتعاليم ذريته من بعده اقول صورة البقرة في آيات الكرسي ميتان وخمسة وخمسين ايه ميتان وخمسة وخمسين من صورة البقرة تسمى آية الكرسي نحن نتبارك بقراءة الصورة بقراءة الآية الأولى والآيتين من بعدها ولذا تسمى عندنا آيات الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون إلى قوله تعالى هم فيها خالدون الآية الثانية بعد ما بيذكر الله عز وجل العرش والكرسي وعظمة السيطرة والحفظ الرباني للكون يذكر عز وجل وظيفة الناس تجاهه فيأمرهم بالتمسك بالعروة الوثقى يجعل الله عز وجل عنوان الرجوع إليه استمساكاً بعروته ويأمرهم أن يستمسكوا بالعروة الوثقى اللي ما تمسك بالعروة الوثقى فاجأته الآية الثالثة في آيات الكرسي في آيات الكرسي لأن الله تعالى جعل بياناً لظلمات ونور على فكرة في كل القرآن الكريم لما يراد أن يذكر النور والأنوار تذكر مفردة وأما الظلمات فمتعددة ظلمات متعددة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات المتعددة إلى النور الواحد ليش ظلمات متعددة ظلمات الشهوة ظلمات الجاهلية ظلمات الدنيا ظلمات الكفر ظلمات الأنا ظلمات الهوى ظلمات كثيرة لكن النور واحد إذن يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات جاءهم نور عبر محمد صلى الله عليه وآله ونص النبي على نور هم آل محمد عليهم السلام فأخرجهم الطاغوت عن آل محمد ولما اتبعوا خطوات الطاغوت دخلوا في الظلمات إذن والذين ما أخذوا بهدى آل محمد عليهم السلام خرجوا من نور إلى ظلمات أقول إلى التشردم الفكري في الأمة وهو ما حصل فعلا بل وهو ما يعاني منه المسلمون إلى يوم الناس هذا عصمنا الله وإياكم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم